اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى ملاحظة توضحية فقط عشان نكمل حوارنا معاكو انا مستمتع جدا بحوار عمر حمزاوي ومستمتع جاي رسائل كتير الاخت كاتاكيتو بني اللي بتقول لي انت زعلان ان الناس بتشتمع عمر قبل الشتيمة لا عمر مش قبل الشتيمة عمر قبل الزعل والنقد لكن الشتيمة ما هيش خوار ما هيش جزء في الحوار خالص عشان كده اي حد شاتم انا مش هرد مش هطرح كلامه حتى لانه شاتم ما هواش بيحاول كل اللي منطقت كل الكلام اللي جاي لعمر حمزاوي وحطرها عليه وقدامكم مباشرة لا يوجد شيء هو ده الخوار اللي انا بدور عليه ان احنا كلنا نطرح كل حاجة بما فعل انه عميل امريكان انه بيمثل امريكا انه راح غاد فيزيت امريكا كانوا مع الجنسية الالمانية لسه كل اللي انتو عايزين وهطرحه لكن عايز اقول حاجة صغيرة علشان يبدو ان فيه ناس بتتفرج ومش عايزة تسمع عمر حمزاوي ما بيقولش دلوقتي ان تلاتة يوليو انقلاب عمر حمزاوي معترف ان رئيس الجمهورية انتخاب ديمقراطي ورئيس عفتاح السيسي عمر حمزاوي يقول ان الدستور دستور يمثل الاغلبية المصرية اللي نزلت صواتت عليه عمر حمزاوي بيقول انه راجع الموقف القديم وبيرى ان لا يستطيع ان يتحدث عن حريات وديمقراطية دون ان يتحدث عن حقوق اقتصادية واجتماعية وان دا يمشي جنب دا وده للاولوية كمان الان لان دا حياة دعم دا دا اللي انا سمعه من الحوار بوداني فان حد ابعت لي يقولي بس ازاي بيقول كذا واحدة من اتنين انت بتتفرج على الراديو يا انت ما بتسمعناش وانت رفض عمر حمزاوي خير رمضان فالرفض مش مخليك تسمع ارجوكوا اسمعوا عشان احنا مش عايزين نخسر عمر حمزاوي لا يوجد مكسب وعمر حمزاوي هنا رمض لمن يشارك في هذا الوطن وعنده وجهات نظر بيرى انها تخلي الوطن دا احسن تعالوا كلنا نخلي الوطن دا احسن تمام رد على سؤالي بقى اللي انا سألتوا قبل الفصل انا كنت بسألك وبقولك هل في اطار المراجعة وفي فقه الاولويات لما رجعت بعينك كده وانت كنت بتطالب وده كان جزء من غضبك الاول وابترى انه ده جزء ضد الديمقراطية واني لازم لان المطلب الاساسي كان انتخابات رئاسية فشفت اللي حصل وشفت الارهاب وشفت الدماء وشفت القتل وشفت كل اللي بيحصل على كل المستويات اه لم تراجع نفسك وترى ان اختيارك الاول دون ان تكون لديك معلومات كافية قد تكون متوفرة لصاحب القرار في هذا الوقت او المجموعة اللي جلست على مائدة تتقد قرارا جماعيا ان ربما قرارك خطئ قص فيه خاني اقول لك ردين الرد الاولاني اللي هو خفيف فيه دايما بيقولوا كده في العلوم السياسية ان فيه ميزة للي مش قاعد على ترابيزة اتخاذ القرار اللي هي ايه بقى اللي هي اللي انت بتقول والله انا موقفي المبدئي واحد زائد واحد يساوي اتنين ولن اتنازل انا ما عادش على ترابيزة اتخاذ القرار فممكن الرد الخفيف يقول لك ماشي صح يا خيري انا ما عرفش لو كنت اعادت على الترابيزة كان ممكن ما كنتش اعاد على الترابيزة وبالتالي ما ما تلومش علي او ما تمنعش عني ان انا اخد موقف مبدئي ده الرد الخفيف ده معنا انا كنت عايز اعادت على الترابيزة لا 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 خالص لا 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 خالص انا بقول لك لا لا دايما يقول لك ده وفيه يقول لك المعارضة اللي بيعارض دايما سهل قوي عليه ان هو يلعب دور لو انا بتكلم يعني بمكيافلية يلعب دور المعارض المبدئي لا ما عادش على ترابيزة اتخاذ القرار وما تحملش النتاج بتاعته الا بالمعنى الوطني الواسع ان كل القرار بيتخذ لون عكاسات على الارض علينا كلنا واحنا شركاء كلنا في الوطن بس الرد الخفيف دوت على جنب دلوقتي الرد الحقيقي لا هو انا قناعتي ان كان فيه على الال فرصة حقيقية لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة واجراء بقية الترتيبات بعد المطلب الشعبي الواسع وهنا الاختلاف اللي انا اختلفت فيه بس مرة تانية انا عايز انقل من ده مش بس لان الوقت لانه ده عدى مش بس لانه ده عدى ولان الوقت تجري لا لانما فيه اجرائين تانين لا املك انا ولا غيري ان هو يلغي مصدقيتهم الشعبية بحكم المشاركة سواء المشاركة كبيرة او قليلة انما تمت عمليتين لا يكامل كبيرة واحدة للاختراع على الدستور واحدة للانتخابات الرئاسية بغض النظر على النسب المشاركة تمت العمليتان وهما عمليتان الناس ادلهم بمشاركتهم الكبيرة القليلة الصغيرة المتوسطة الشرعية فانا لا املك اللي انا اقعد اقولك دلوقتي اللي انا ده ما ينفعش وان ما فيش حاجة وانا لابد من الرفض لا لان احنا تجاوزنا ده مش بس بحساب الوقتنا ما تجاوزناه بحساب الاجراءات التي تم لكن في الموقف المبدئي بعيد بقى عن التفسير الاولاني ده لا انا ما زلت ارى ان كان فيه فرصة لاجراء انتخابات الرئاسية وبالكده ثم كل الترتيبات البعض الحاجة التانية انا ما حدث هتسمح لي بقى يعني كده في الديبيت بس لا انا انا كمان خناعاتي الكاملة انه لم يكن ممكنا بالوصول الى نتيجة اللي نحن فيها لم يكن ممكنا ان تتم انتخابات الرئاسية لا وانا اذا احنا امام رأيه طبعا وانا احترم رأيك انا امثل قطاع وحرطك بتمثل طبعا واحترم رأيك واحترم رأي خطاع الواسع انا عارف ان هو قطاع واسع الموجود في المجتمع المقتنع بهذا الرأي ومرة تانية احنا بنلتقي في مساحة واضحة جدا مرتبطة بالاجرائين اللي تمه اللي ما يملوكش حد ان هو لا يلغيهم ولا يشطب عليهم ولا يقول ان هم مالهمش شرعية بمعنى المشاركة الشعبية الاستفتاء على البستور رغم تحفظاتي على مواد معينة وعملية الانتخابات الرئاسية وكان تفضيل ان احنا نكون مع رئيس لا يأتي من المؤسسة العسكرية لكن تمت العمليتين والنتائج نتائج لها شرعية مش بيك ولا بي انما بالناس اللي شاركوا لاب انا اعمى لو قلتلك حاجة غير كده المسألة التانية في الارهاب والعنف وغير 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 انا من المؤمنين ان احنا اصاد لحظة وهي لحظة لحظة خطر فعلا في مصر ان فيه تهديدات من عصابات ارهاب وما تسماش غير كده هي عصابات ارهاب وعصابات عنف ما لاش اسم تاني وان التهديدات دي تستوجب تضامن واسع من المواطن والمجتمع والدولة لمواجهتهم عشان اواجههم بايجابية محتاج الادوات الامنية والعسكرية ومحتاج وده بقى مش الكلام انا برضو بحاول افصل ده بتفاصيل كتيرة في المقالات على قد ما بقدر وغيري بيعمل ده انت محتاج انك تجري هذه العملية عملية المواجهة الامنية والعسكرية في اطار فيه التزام بسيادة القانون فيه التزام بحقوق الحريات عشان ما افتحش ابواب البيئة المجتمعية انها تكون حاضنة او قابلة او مستعدة لارهاب وعنف يعني كل ما اتعملت بوضوح شديد جدا وبصرامة قانونية مع انتهاكات الحقوق والحريات كل ما ده احسن كل ما اتعملت مع الاعباء التنموية بصورة حقيقة كل ما ده كان احسن كل ما وفرت فرص عمل كل ما ده كان احسن مش معنى ده ان العاطل عن العمل مشروع ارهابي ولا ان الفقير مشروع ارهابي ولا ان اللي بيتعرض لانتهاكات انت قلت ان الاستبداد كمان مش لازم هو اللي يصنع خالص لا 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 وعلى فكرة الفقر مش شرط ان هو طبعا الهند فيها ملايين الفقراء عمرك سمعت عن عمليات ارهابية واسعة النطاق وخرج ارهابيين من بريطانيا وهم يعيشون في رفاهية ومن اوروبا لو من الجيل التالت والرابع للأسر اللي استقرت واستوطنت في الغرب المرفه اللي هم اصحاب الدخول العالية ومستويات التعليم الممتازة ده حتى الناس يزم يسألوا نفسهم نظم تعليمية ايه يعني بجد انا بعد برضو مهتم جدا بتفاصيل انا اولادي في المدرسة في برلين مكان ما هم عايشين فانا مهتم جدا وكان فيه نخاش روحت حضرته على النظم التعليمية وفكرة التسامح هو ايه الغضب ده جاي من الناس دول اللي جابوا الحاجات جاي منها اللي هو بس التهميش انهم حاسين انهم غير البقين ان اسمه لقاي حمزاوي مش اسمه كلاوس ما عرفش ايه في المانيا ولا جيمس ما عرفش ايه في حتة تاني ولا هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي السيء حتى ده من الصح لان فيه منهم جايين من بيئات مرفهة اقتصادين واجتماعين فاللي عايز اقول لك نرجع على مصر المشكلة عمرها ما بتبقى ان الفقر بيسبب ارهاب او ان الظلم يسبب ارهاب لكن مواجهتهم مواجهة الفقر والظلم والانتهاكات وغيره بتساعدك على انك انت تتضامن وتتماسك مواطن ومجتمع ودولة عشان تخلص من الشر ده ده حاجة فزدة بس مفيش حد حد باعت وبيقول لك كنت عندك برد ورجعت تاني بتتكلم بسرعة ما شاء الله اه يعني لا عشان ما حدش بس انا ياسف والله انا بقالي وسبوع البرد ده مش عايز يروح عملت كل الحاجات الممكنة لا لا بس ما شاء الله بتتكلم بسرعة برضو ما اصرش البرد يعني بس انا بخدش ادوية اعني انا شغل على اعشاب انت ترفع الحظر عن السفر هل صارعت او حصلت على زي ما بيقول احد المشاهدين على بيزة امريكا لا انا عندي اولا بس عشان فيه كمان الجنسية الالمانية الناس عرفة الناس عرفة ده وبعدين ممكن يعني يروحوا يسأل انت تنازلت عن الجنسية الالمانية تنازلت قبل الترشح قبل الترشح ده قانونا وتنازلت بصورة قاطعة ما فاشل بعدت جواب وجواب يوصل لا لا انا تنازلت وفيه شهادة بالتنازل وبالمناسبة انا قانونا القانون الالماني اسمح لك ان انت تستعيد للجنسية ان اردت لكن انا لن استعيد ولم افكر ولا انتوي ومانيش رايح في الحتة دي ابدا خالص انا سعيد جدا بجنسيتي المصرية وانا اكتسبت الجنسية الالمانية في ظروف كنت عايش فيها هناك وكان لازم لرعاية اولادي اكتسب الجنسية الالمانية لتسهيلات كتيرة قوي مش عايز يعني اصدع دماغ الناس بي لكن ليه علاقة بالرعاية وبحق الاب وغيره 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 والقدرة على ان انت تروحه دي فانا تسلت عن الجنسية الالمانية ومش معايا وسعيد بهذا القرار وما هواش قرار هيتغير الحاجة التانية انا عندي فيزا للمانيا لمدة خمس سنين لزيارة اولادي باستمرار وعندي فيزا لامريكا من قبل المنع من الصفر كمان حاجة ثالثة بعد ما ترفع المنع من الصفر جددت جمعة محددة في الولايات المتحدة الامريكية اسمها جامعة برينستن العرض اللي كانت مقدمها ليه ان انا اروح استاذ زائر لمدة سنة او اكتر من سنة في قسم السياسة العامة وقسم العلوم السياسية للعمل الاكاديمي برينستن ديت بعيد عن نيويورك بحوالي مسلا ساعة ساعة وحاجة صفر على الساحل الشري وجامعة معروفة وفي الحقيقة لو انا بحسب اكاديميا بس وما ليش اي حاجة تانية هنا كنت اقول لك دي فرصة هيلة والواحد لازم يروح وهيتعلم واستفيد مهنيا ومكان ممتاز صفت لا 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 هقولك انا الاوراق جات وكان لازم احتراما للناس ان انا انهي الاجراءات فالاجراءات دي كانت بتنتهي وطيرهم كده وانا هنهي الاجراءات وبعدين هقول لكم رأيي فانهيت الاجراءات وكان من ضمن الاجراءات الحصول على فيزا مش بقى للسياحة للولايات المتحدة وكان لما فيزا للعمل كاستاذ في الجامعة حصلت على الفيزا اعتقد في يناير 2015 قبل ما ينتهي يناير 2015 اعتقد نص يناير 2015 كتبت لبرينستن يعني انا رأيي ان الناس بيقروا الايميلز بتاعتي وبيسمعوا تليفونيتي يعني ممكن تأكدوا من صدق المعلومة كتبت قلت لهم انا متشكر جدا على العرض انا خدت قرار برفض العرض على تقديري الشديد لاحترامكم وانه انتوا سنتوا سنة لكن انا مكاني في بلدي وانا مانيش ماشي وانا بعمل دولي في جامعة القاهرة والجامعة الامريكية ومشارك في الحالة العامة ومش ناوي احكم على نفسي ان اكون واحد كده بالنص من اللي يتقال عليهم دولا بيتكلموا في الشؤون المصرية من بره وهم مش عارفين حاج فرفض لكن الفيزاة موجودة والباسفور موجود وبقدر سفر جلوقتي مش محتاج ده مش محتاج ده والاسبوع الجاي يوم الحد عندي ده جزء تعويدي يعني للجامعة دي اللي عرضت علي سنة بمنتغل احترام واستنتني طول المنع من الصفر عندي من يوم الحد الجاي ليوم الحد اللي بعده زيارة بعدد من المحاضرات في جامعة برينستن في الولايات المتحدة أسافر يوم الحد اللي جاي اللي هو أعتقد يوم 12 وأرجع ان شاء الله يوم الحد 19 فجر 20 بإذن الله إيه الأسئلة التانية طيب قبل ما أقولي الأسئلة عايز أقول للأستاذة فجر السعيد أن مصادري داخل وزارة الخارجية المصرية بتؤكد لحضرتك أنه لن يكون هناك أي موقف يمثل الخارجية المصرية ضدك تأكد من هذا وستجد النتيجة بشكرك دون أي تفاصيل دكتور نعم يا خير أنا قبل ما أروح للملف الدولي وهو مهم أن أسمع وجهة نظرك فيه عندي أشتاجات كتير محتاجة أتراحة عليك بس أنا عندي سؤال الأول آخر هل يطر وأنت تفكر أو تكتب تكتب أو تتحدث ببقى في دماغك شوية أصدقائك وزملائك في المعهد الأمريكي فيما حضرت هناك في المنظمات الحقوقية حول العالم التي تعرفك وبتشارك فبتبقى خايف على صورتك فعندما تتحدث عن السياحة لازم تجي في آخر سطرين تتحدث عن الحريات عندما تتحدث عن الاقتصاد تتحدث عن الحريات عندما تتحدث عن الضربة العسكرية لازم هل هذه الكلمات ببقى غصبة عنك أو في الخلفية منها هدي شبكة العلاقات ولا ده مش عارد عندك لا بوس يعني في الموضوع السؤال مهم وخلينا نتعامل معاه بجزئين الجزء الشخصي والجزء الموضوع الجزء الشخصي وبصراحة شديدة ومن غير سرعة عشان ردائة الصوت أنا اشتغلت في جامعة برلين لمدة خمس سنين جامعة مكان أكاديم ورجعت بعدها لمصر وبعدين رحت المؤسسة بحسية اسمها كارنيجي في الولايات المتحدة الأمريكية اشتغلت من 2005 لغاية سبتمبر 2010 رجعت استلامت شغلي في جامعة سبتمبر أكتوبر 2010 استلامت شغلي في اقتصاد علوم سياسية جامعة القاهرة المؤسسة دي مؤسسة بحسية هي مؤسسة غير ممولة لا من كونجرس ولا من جماعات ضغط هي ترجمت اسمها وقفية ودي وقفية مستقلة بتصرف على نفسها وعلى أبحاثها في المؤسسة دي أنا عمري ما اتفرض علي أكتب إيه ولا أقول إيه ولا أشتغل عن إيه أنا اللي اخترت موضوعات أبحاث ويا كلها أبحاث علنية وموجودة أي حد يقدر يبص عليها سواء على مواقع إلكترونية أو غيره اللي أنا عايز أقوله إن هناك كان في حالة مهنية جيدة جدا علمتني الكتابة كويس علمتني إن أنا أعمل أولاق سياسية وتناقش بصورة علنية في مدينة اللي هي واشنطن اللي كل بني آدم فيها بيناقش السياسة من الإعلام للكونجرس اللي هو مدينة الوحدة وإنت روحت إحنا تقابلنا وإنا هناك مرة فاكت في زيارة كنت إنت والأستاذ ماجدي الجلد وشربنا أهوة فدي مدينة كل حاجة فيها بيتناقش السياسة فكانت خبرة مفيدة جدا وأنا أزعم إن أنا بنقل الخبرة دي في شغلي وفي كتابتي المؤسسة اللي أنا اشتغلت فيها علاقتي تقطعت بيها بمعنى مهني وقت ما مشيت منها في سبتمبر 2010 بتربطني علاقات صداقة وزمالة بعدد واسع من الناس جواها وفي أماكن تانية وفي جامعات أوروبية بحكم المؤتمرات والشغل لكن عمري ما باخد في اعتبار كلامهم ولا بكتب وأنا شايف برها يقرأ إيه ولا أنا بكتب وعيني على هم هيشوفوا كلمة حق وحريات ولا لأ ولا على فكرة لو أنا بعمل على كده ما كنتش كتبت كتير قوي من اللي أنا كتبته وفي نقد واضح للمعايير المزدوجة بتاعة الغرب على الديمقراطية ما هو على فكرة خلينا نتكلم بصراحة هو مين قال إنه هو في دعم للديمقراطية ولا للحقوق الإنسان من جنب الغرب هو إيه اللي بيحصل في إسرائيل واللي بيسكوتوا عنه كل شوية وإيه اللي بيحصل مع إيران اللي اتفقوا معاها في بسوق على المشروع النووي وما فيش كلام على انتهكات الحقوق والحريات وإيه اللي بيحصل في حتة تانية كتير قوي يعني مع الزواجات معايير الغرب ما هيش حاجة غايبة عني بالمعنى الرسمي وعلاقات الصداقة ما بتفردش علي حاجة الجزء بقى الموضوعي المهم ده اللي انت هل في جو عام في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا مهتم بعيد بها عن الحكومات في منظمات حقوقية في جمعيات معاناة هل في جو معين مهتم بقضايا الحقوق والحريات آه فيه هل الجو دوت مفهوش حاجات علامات كده غريبة موجودة اللي واخدين فلوس من هنا واللي واخدين فلوس من هنا أكيد فيه هل ما فيش لوبيز شغالة وبعضها مضاد لمصالح الوطنية المصرية أكيد فيه كل ده موجود بس انت اختيارك بيكون حاجة من حاجتين يما انت بتشتغل كباحث وبصورة علنية وكل اللي انت بتكتبه بتقوله مسجل عليك وده اللي حصل معايا ولما بتاخد موقف بتكتبه بالعربي وبالانجليزي على فكرة مقالات الشروق اللي أنا بكتبه أحيانا كتيرا بتترجم للغة الإنجليزية والناس بيقروها هناك ومنها النقد بتاع ازدواجية المعايير ومنها الكلام عن ان تماسك الدولة الوطنية في مصر شرط رئيسي للتفكير في التحول الديمقراطي ومنها نبز الإرهاب والعنف وغيره وغيره كل ما كل ما هو المروحة واسعة ما فياش حاجة صغير فلا أنا مانيش خايف على صورتي وصورتي بتتبني هنا يا خاري بص وبأمانة والله عظيم من غير عاطفية ولا حاجة اللي ملوش إيمة جوه بلده ملوش إيمة في أي مكان انت عايش بالإيمة دي انت عايش برا مصر كتير عايشت في ألمانيا عشر سنين وفي أمريكا خمس سنين على ما جيت مصر جيت متأخر بعد معدت السنوات دي بيتحسس بدا لا طبعا طبعا اللي ملوش إيمة اللي ملوش يعني حتى لو حبيت تعملها بلغة رنانة اللي ملوش قاعدة حقيقية شعبية أو فكرية جوه بلده أو حتى قاعدة إعلامية بالمعنى ده جوه بلده ملوش إيمة في مكان تاني اللي ملوش قاعدة أكاديمية جوه بلده مش هيتقري على فكرة الناس المتميزين أكاديميا من مصر ومن غير مصر بيتميزوا باكتابة عن بلدهم وبيحترموا من داخل بلدهم وفي نموذج مبهر الواحد ما يعني ما ينساش نهو يتكلم عنه الدكتور جمال حمدان الله يرحمه الراجل ده كتب بالعربي بس وكتب للجمهور المصري والعربي بس لكن أعماله تمت ترجمتها بالكامل واكتسب قيمة أكاديمية الأستاذ ما يجيب محفوظ وطبعا في المجال الروائي فاللي ملوش إيمة هنا ملوش إيمة في مكان تاني وأنا عمري مبصيت لوجودي لا في ألمانيا ولا في أمريكا غير من هو وجود مهني للاستفادة والتعلم وترجع مرة تانية وما كنتش في سبتمبر ولا أكتوبر 2010 وانا راجع راجع غير عشان استلم شغل في جامعة القاهرة ان الجامعة كنت بقعد مع سياسيين ولا بقعد مع ولما كنت بروح أشارك في نقاشات عامة فيها أعضاء كونجرس مجلس نواب ولا مجلس شيوخ ولا فيها ناس من الإدارة كميبة أنا خاش عليني ومصور بالفيديو موجود ما يشوفه الناس لا لا ما كانش عندي والله راجع من جامعة القاهرة قالت لي العميد وقتها قال لي يا إما كان دكتور كامل المنوفي رحمة الله عليه يا إما ترجع الوقت في السلم شغلك إما ما فيش تجديد الأجازة لا هي كانت أجازة من غير مرتب هذه كل الحكاية سبتمبر ودخلت على دورات إعداد المعلم الجامعية الحاجة دي موجودة خليني في حتة أعطفية شوية قبل ما أدخل في الهاشتاج وقبل ما نروح للملف الدولة وأنا مقفور في الوقت معلش حياتك العائلية تأثرت بالقاعدة الشعبية اللي بتتكلم عنها والقاعدة الإعلامية تأثرت عمر حمزاوي اللي كان بيمش في الشارع الناس بتجروا رايزة تصور ممكن في ناس تقبلوا تقولوا كلام مش لطيف تبقى زعلنة منه أنت بحركتك بقيت أكيد مخيط شوية ما عودش بتسيب نفسك تقعد فوصة نازمة تقعد أكيد دواير أنت تصق في أنها مش متصدمة معاك قوي عندك خشية من رد فعل في الشارع ما حاجات من هذا النوع هل ده أثر على حياتك الخاصة بوس يعني هو قبل التفاصيل أي إنسان بياخد موقف فيه سباحة ضد الطيارة العام لازم وهو بياخد الموقف ده أو هي بتاخد الموقف ده تعرف أو يعرف أن فيه تمن وأنه مرة تانية من غير ما الواحد يبالغ ويقول لنفسه مظلوم 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 أنت بتعرف أن فيه تمن بيتدفع طيب في التفاصيل لا يا خيري في الحقيقة أنا متعرضتش لمواقف وحشة بمعنى أن حد يقول حاجة بايخة أو غيره أو غيره أو غيره لكن أكيد فيه انصراف من الناس عنك مش المشهد اللي أنت كنت بتشوفه أو كنت بشوفه لما بنزل الشارع وزي ما أنت بتقول الناس يقولك ممكن صورة يا دكتور ما عرفش إيه لا طبعا فيه انصراف من الناس عنك وده طبيعي ده جزء من التمن أنت بتدفعه وإنت بتحمل سباحة ضد الطيارة العام بس أنت لازم يكون الرهان على حاجتين الرهان في الحقيقة وأنا إنسانيا يعني أتمنى أن أنا أكون عند حسن ظن الناس في ده إن أول ما حد يجي ويخبط كده الباب عليك لازم تفتحه وتقوله أهلا وسهلا وأنا مساعدة أسمع كل اللي أنت بتقوله وأقبل كل حاجة تقولها ونقعد نتكلم زي السواق اللطيف اللي خبط عليها في اسكندريا وقال لي وأنت مش ممنوع من صفر إيه اللي جابك عندنا هنا لغاية ست المشاركة كاتاكيتو بوني لو أنا فاكر صح أقولك ما الدكتور عمرة هو قابل صحاعد شيء قبل اجتيما لكن أي نقد في الدنيا يتقال وأسمع وتكلم وقبل الاختلاف مشارط نطلع متفين على كل حاجة بس نطلع محترمين إن كل واحد بيحاول يبني في البلد من غير ما يضرها بجد فأول ما حد يخبط لازم تفتح الباب الحاجة التانية إنك أنت يكون عندك صبر وأعتقد دي خبرة مهمة جدا بص مرة 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 تانية فكرة إن الحياة بتمشي كده في خط واحد جري 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 من الصح وأحيانا أنت بتتغر بنجاح وبحب الحمد لله وبخبول شعبي وغيره وغيره ويبقى فرصة انصراف الناس عنك وانحصار ده عنك فرصة إن أنت تراجع نفسك اعمل بقى الحاجة الكويسة اللي معروف ما ما فيش حد يضغط عليك فيش حد مستاني أنا هقولي النهار ده بالليل ولحد مستاني أنا هكتب إيه بكرة الصبح صح ده نسبة قوليه لقوي لو موجودة أصلا خلاص خد بقى وقت تستفيد مني يعني طور الموقف لصالحة الأول كان يبقى فيه ضغوط ريبا أنت لازم تعلم موقفك من كل حاجة وعلى فكرة كلنا كنا بنتعامل مع الأمور بصورة كمان فيها تصعيد ويدا وشاو صوت عالي وبتالي خلاص يا سيدي ما فيش الضغوط دي دلوقتي خد بقى الخطوة ويعمل الحاجة لصح مش تقفل على نفسك لو حد خبط أنا موجود بس أنا بحاول أراجع حياتي الأسرية اتأثرت بص أنا بحمد بحمد ربنا على بسمة وبحمد ربنا على أختي هيبة وأخوي أحمد وعلى الناس اللي حوالينا اللي صحاب الحقيقيين وهم كتير وكل دول ساعدوا وسندوا التأثير الحقيقي كان في صعوبة أن أنا قضي وقت معلو أي ونوح وتحيالنا على الموضوع بصورة يا جبان هم كانوا بيجوا كل أجازة هنا مصر كل أجازة الصيف كل الأجازات التانية الموقف العائلي الحقيقي اللي أثر فيها هو فاتمه من الله يرحمه دي الحاجة انت كتبت مقال دي الحاجة ده بص أنا والدي توفى وأنا صغير لكن أنا عملي ما حسيت أن أنا يتيم غير لما والدتي توفى دي مسألة ده ده الموقف ده الأزمة العائلية الحقيقية مش هي حاجة تانية كل حاجة تانية نحامد ربنا عليها كل حاجة تانية من الأزمة معاك وانت مضغوط عصبية طبعا طب وكان مرضها وقتها كمان قبلها فيعني كان فيه كذا حاجة لكن أنا يعني أتمنى أنها تكون في مكان أحسن بضع ربنا البداية وأنا حس إن الصلة موجودة لكن دي الحاجة اللي فعلا أسمة وسطي بمعنىك لعب تفدأ حبتدي بدا حاضر لو أي والله عشان أجاو بقى الأربع سنين بجاوب عليها بقى ليش أنا حاضر ده فجر السعيد اللي كاتبالك حاضر لا أشكرا بتقولك عجبني الصوار البوتيجة أه اللي لابسه حمزاوي أعمل لك كده بتقولك حلو التطور في شكل السياسيين بمصر كول وهذا طبعا نوع من أنواع يا كتبال عملة يا أصدقاء العولمة هي دي اللي علاقة بالعولمة لا والله ما لاش علاقة غير أنه أي لما أنا مفصلت عن والدته في 2009 وهو كان كان عنده وقتها ست سنين فلما ابتديت أحاول أن نفهمه أنه ده معناه أنا مش هكون قاعد موجود كل يوم في البيت وأن أنتم عايشين في مكان وأنا في مكان وأننا يبقى فيه زيارات على طول بينا فإداني داية هدية وقال لي طول ما أنا مش جنبك تلبسها فأنا بعمل دا وهو جنبي يعني أنا إذا ما بروح البيت الوقت الحمد لله إن شاء الله هلاقيه ممكن هلاقيه نايم بقومه ماشايا غير كده أنا آيم نايم صاحبية لأن دي وصيته له أي ابن الكبير رب أنا يخليه طيب مصري مصري بيقول نفسه شوف حضرتك تاني لا ده ليه يا نادي أنا والأستاذ عماد أديب بيرجع بالسلامة والأستاذ معتز الدكتور معتز عبد الفتاح علاء أحمد بيقول حمزاوي حساباته السياسية خطئة الشعب المطري أكثر وعيا يعني الشعب المصري كان عنده اختيار من البداية وانحاز إليه فأنت ممكن تكتشف أنك كنت خطأ لكن الشعب المصري طالها صحة في حاجة ما تزعلش حد أبدا أن هو يقولها وده في الحقيقة أي حد بيعمل دور عام سواء أنت في مكانك ولا أنا في المكان اللي أنا موجود فيه أو غيرنا لازم يكون عنده قناعة حقيقية بيه هو أن الناس فعلا بضمرها الجماعي وبتفكيرها الجماعي بتروح على الأماكن اللي هي شايفة أن فيها المصلحة هل ده مش معناه أنه ممكن تحصل مبالغات أنه ممكن تحصل حالة هستيريا أنه ممكن يحصل تزيف والوعي أنه يبقى فيه طائرة عامة أنه مش مفع عليه ممكن بس تعترض عليه وتوجهه بصراحة وباحترام لحق الناس وأنهم يكونوا على رأيتي حسن شحاب بيقول أنه كنت مختفي من المشهد السياسي ولماذا تعود الآن لا أنا لا أعود الآن أنا دي دعوة طيبة منك أنا لم وجه الدعوة ده مش معناه أنك حتظهر في الفترة الأخيرة كثيرا سياسيا وإعلاميا لا أنا سعيد بالعمل الأكاديمي مش نهو تترشع في البرلمان الجاي لا أنا أعتقد أن الأفضل الاختيار الشخصي الأفضل ليه هو عدم الترشع أنا عندي موقف كمان مسجل في مقالات كثيرة ناقد لتفاصيل قوانين الانتخابات وبيشتبك إجابية لمحاولة التطوير في اتجاه ديمقراطي لكن عن نفسي اختياري هو عدم الترشع في الانتخابات ولو غيرت برضو هقول للناس عبدو طيب يقولك بقال كثير ما بشوفكش أنا سعيد اليوم أميرة الصمت بتقول من الذين يحاربون المبدأ للأشخاص ولا يخافون طفان الرأي الجمعي واعتدوا كونهم أقلية لا يخافون من تكفيرين أو التهمين بالخيانة بس الواحد بيتعب برضو دي أميرة أحمد شربطلي بيقول أول مرة من فترة طويلة أروح أفتح التلفزيون عشان أتفرج على حاجة ليها إيما يا رب بتكون حلقة حلوة بنت الدرويج بتقول طبعا لازم تتعرض لهجوم ما أصلهم مش عايزين يبقى فيه رأي محترم معارض وبيكرهوا التورة وأي حد ضد النظام السيسي رئيسي دكتور عمرة حمزاوي وانتباح السياسي وأحد أفراد الشعب المصري هل تدار الأزمات عقب التورات بإطلاق العنان للحريات المطلقة أم لا؟ لا الإجابة تدار الثورات بمطالبها الديموقراطية بتوازن بين المصارات أنك أنت تبني لحوه حريات وتبني التنمية الاقتصادية واجتماعية لكن مش حريات مطلقة ما فيش حاجة في الدنيا لا فيها هذه اللحظة يعني فكرة البحث ما هو كان الشعار اللي أنت حضرتك كلمت فيه طول الوقت صح بس مش معنى ده اللي أنت تبرى اللي أنت هكات مش معنى أنت تسكت عليها طبعا لا تدار بحريات مطلقة ولكن لا تدار بانتهاكات وبإغماض العين عن حق الحريات تدار بتوازن تدار بتوازن وتدار بمشاركة الناس محمد عبد العظيم أيها بقى خلينا نسمع كلام سياسي موزون وعلمي تاني مهما اختلفنا معاهم الشغل الهبل والعتى محمود عبد الله ولما عمر حمزاوي يقول على 36 انقلاب كده لا يدعم الإرهاب أنت قلت على 36 لا ما حصلش أنا كنت موجود في 36 والموقف مسجل وادعو محمد لأنه يعني يرجع لقراية اللي أنا كتبته أو لمواقفي المسألة التانية لا يا محمد مفيش حد يعني عنده حتى كده زرت ضمير إنساني قبل ما يكون عنده حب للبلد وحب للناس ووطنية غير ويرفض أي حاجة ليه علاقة من قريب أو بعيد بأي ممارسة العنف ده ما بيبنيش ده بيهد خلينا نبص حوالينا مرة تانية اللي حاصل أنت لما تبص على ليبيا ليبيا تحول الأمر أن مش بس القبائل الأسر العشائر نعم المدر اليمن الأدخل عندهم من الشايب اليمن هويات قاتلة من طائفية لمذهبية لقابلية كله داخل في بعض لا أنت عايز تبني ومش عايز توصل مصر أبدا لقدر الله لده أنت بتقول في دول متمسكة في المنطقة أتمنى النقطة دي كتير الموقف واضح من 30 ستة من الرئيس السيسي من الدستور المصري انتظارا للانتخابات البرلمانية رؤى ونقض للقانون الموجود أمل في التعديل حقه كلنا بنحارب على ده شهاب الشحات بيقول آخر رجال المحترمين الشيخ الأسطورة أنتوا بتلمعوا النزل دي تاني ليه زهينا منهم في يناير وطبعا مش هتزيعوا ده عشان أنتوا مع الديمقراطية لازعنا يا سيدي والله لا وحقه وخليني طبعا خليني يعني خليني خليني أقول لك وأعتقد إحنا كلنا تعودنا على ده أعتقد بصورة جماعية بعيد عن لحظات الاستقطاب الحاد قاوي أو الشديد قاوي الناس كلها تعلمت ده كل واحد من حقه أنه هو يقول رأيه والدايرة بتاعت أن أنا أمشي بختم وأقول لك يا خير أنت وحش وفلان كويس بتلف فلو أنا عملت الدايرة دي النهاردة لفت ورجعت لك مش هنعملها مش هنعملها خلاص بقى ما حدش فينا زي يعني زي اللي حصل مع محمد مونير مع الفنان محمد مونير أن أنت تتكلم تلغي تلغي إبداع فنان أنا شايف أن هو إبداع عظيم لفنان تاريخ عمر له تاريخ طويل تلغي عشان أنت اختزلت الراجل دوت في موقف ولا إنه وقف مع زميل تصور مع زميل أي إن كان أنت مختلف معه غير لو أنت بتقول أي حاجة ليه علاقة بالحرية لازم تحترم ده وتعرف أن في حدود أنك أنت تتدخل في اختيارات الناس لكن الفكرة نفسها أخير أن أنت شايل ختم زي ما أنا شايل سيت كده فتقول له سقطت يا مونير أنت مش موجود بخدعتنا يا دي ختم النتيجة الحقيقية اللي إحنا نازم كلنا نتعلمها من بعض الأربع صين اللي فاتوا إن الختم ده بيدور وما بيوقفش عند محطة واحدة صحية وحصل تغيرات كثيرة جدا بالضبط باسم يوسف مش عارف مين باسم يوسف يعني هو باسم يوسف ولا لا باسم يوسف ما هو موقفك وبكل صراحة في القيادة السياسية بزعامة الرئيس السيسي وهل ترى أن السيسي على عكس ما كنت تتصور في إدارة البلاد؟ لا أنا الاشتباك مع سياسات مع إجراءات مع توجهات طالما زي ما قلت أن الهدف ليس لا إسخاط دستور ولا إسخاط نظام ولكن بالنسبة لي الدفع باتجاه تنموي وباتجاه ديمقراطي بأنت بتشتبك مع قوانين مع سياسات مع ممارسات مع إجراءات وتخيمها بصورة موضوعية فتقول المؤتمر الاقتصادي وأنا كتبت ده مؤتمر الاقتصادي له كذا وكذا وكذا ونريد في باب الشفافية في باب تخصيص الاستثمارات في باب تشغيل مشاريع كثيفة العمال عشان عندنا مشكلة بطالة كبيرة في باب مشروعات متنهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في باب المحاسبة والمساءلة وغير وغير ومحتاجين نعرف ده تتكلم على اتفاقية سد النهضة اللي على فكرة ما كانش ممكن أبدا لحد بيحترم نفسه وأنا كتبت أكتر من مرة قبل كده أن الحل التفاوضي هو الحل الوحيد للنزاعات أنا أقول لك إزاي؟ أنت قبدت إعجابك بقى ده رئيس سيسي في إفريقيا في شكل عام طبعا وفي سد النهضة طبعا وفي سد النهضة الاتفاق التفاوضي هو المصاري الوحيد لمصر مش قدر يتخاني مع أسيوبيا أي حد عنده أوهام تانية بتاعة صراع بتاعة معرفش إيه ربنا يخليه بس يقرح إيه الدنيا حوالينا قبل ما يقول الكلام ده المصاري الوحيد تفاوضي وكان لازم تعمل اتفاقية عشان تدخل في عملية تفاوضية أديك بتتبع التفاصيل في مكاتب استشارية سيتم تكلفها عندنا 11 شهر لغاية ما نشوف صحيح أسيوبيا استفادت وهتاخد تمويه لكنت ما عندكش حل إنك أنت تمنع لازم تخش كجز مشارك عشان تضمن إن حصار الضرر عندك ويمكن تقدر توصل لموقف كل الأطراف تفوض فيه وفي الآخر لو احنا عرفنا يوصل لشراكة المواقع حقيقية تقدر تفوض أه وده على فكه ده اللي أنا قلته أنا حضرته بالمناسبة برضو وده سؤال مهم لأن الموقف لما بيقولك وإنت موقفك إيه في لحظات معينة أي خلاف في التفاصيل بتجبه المصلحة الوطنية أنا كنت موقع على استمر التمرض وبطالب منتخابات رئاسية مبكرة ولكن لأن مسألة المية مسألة أمن قومي مصري روحت وشاركته الكلمة مسجلة وده سعت عن الفكرة التفاوضية ويمكن غلطتي لأنا ما قمتش لما ابتدت كلامك كتير بقى اللي هتفاته أه يتقال أعتقد ده غلطة كان مقفوض إن أنا ساحبه لنا مش ممكن حد يباعد في اجتماع علني وطول هطلع طيرات أو مهم يعني خلص لكن الفكرة التفاوضية كانت صائبة والفكرة التفاوضية صحيحة دلوقتي وتوقيعها كانت تفايا صحيحة فأقيم بصورة موضوعية قايت وكنت معترض على اللي بيعترضوا على الضربة الجوية اللي قامت بيها مصر بقرار من الرئيس السيسي لليبيا طبعا ما فيش حد نفسه أنا راجل مسالم ما ليش نفسه شوف أي ضربة عسكرية في أي حتة لكن في موقف بيفرض عليك ضرورة اللي هو بعد الدبح الباشع دي جريمة ضد الإنسانية وجريمة باشعة للمصريين اللي هما مصريين ما يتصنفوش باعتبارهم مصريين أقباط هما مصريين زيهم زي أي حد موجود أي حد فينا معرض ما كانش قصاد مصر غير أنها تعمل عملية ردع بصورة مسؤولة عشان ما تستبحش دماء المصريين وما كانش ممكن أنا هنا برضو كواحد بيقول أن أنا بدفع عن مصاحة البلد دي أسكت أقول لا وحش أو أسكت وصدر بقى الكلام العمومي الواسع والشعرات لا أما وفي الآخر من حق الدول أنها دفع عن أمن أمنها القومي والأمن القومي يبتدي بأمن المواطن طيب أنا حابقا محتاج إجابات أسرع عشان عندي كتير قوي وأنا مش عايز أغزل الناس اللي باعتوا قبل ما رأخوا يا رب تبقى فيه أسئلة عن الملف الدولي طيب الحسن ضرار احترامي لك خيري شكرا سؤال العمر أنت قررت ترضى عن النظام بعد ما الست ماركل رضيت علينا ولا فقدت الأمل بعودة الإخوان يعني مع شكري الحسن السؤال في الحياة لا له معنا في جزء الأول ولا له معنا في جزء الثاني أنا موقفي طول الوقت وموقف بيتعامل مع إجراءات من ثلاثة سبعة لغاية النهاردة بيقول رأيه فيها بيعترف بإجراءين كبار حصلوا الدستور والعملية الانتخابية وبيبني في اتجاه تنموي واتجاه اقتصادي اجتماعي واتجاه ديمقراطي الكلام بقى بتاع ست فلانة والأستاذ علان يعني متشكر على الصياغة اللطيفة بس مش في محلها طيب كانزي السيسي اختلافنا معاها جاء نتيجة عدم احترامه لإرادة الشعب والعدم احترام شهداء الجيش والشرطة لماذا لم نسمع أنك قمت بزيارة أهالي الشهداء؟ لا أولا الاحترام والتقدير لكل شهيد مصري مسجل كتابة وخولا أكثر من مرة في الإطار الشخصي في المعارف لأن على فكرة الدايرة دلوقتي بقت أن كل واحد في مصر يعرف حد لا أنا قمت في الإطار الشخصي والإنساني بدأ طيب أسامة كمال أحييك على طيقتك بنفسك ومن حق أي مواطن أن يدافع عن نفسه ربنا يوفقك على فكرة أنا مش طالب دفاع من عمر احنا بنناقش أفكار هذا الخوار ليس في أي طلب لدفاع ولا أنا بهاجم أنا بعرض أسئلة بما فيها أسئلة حضراتكم ثروة صادق يجب أن نتعلم احترام الآخر ونحصن تدبر كيفية مواجهة الفكر بالفكر والرأي بالرأي وأن نطق بأنفسنا أكثر من ذلك محمد عبدو عايزين نعرف ليه مواقف السياسية اتغيرت فجأة ليه بتالي احنا رضينا على أجزاء كتير محمود ياسين ما تشغلش بالك باللي بيشتم كده كده بيشتمه أي حد حتى لو واحد ماشي في الشارع هيشتم اللي لسانه زفر زفر طريق عبد الرسول هتبقى حلق نار كفاية خداع المصريين اللهم منصر الحق حمزوي من أعلن فوز مرسي بالانتخابات أثناء فرض الأصوات وشارك في خداع المصريين بأن الإخوان فصيل سياسي ولو هو من النخبة لكان قرأ تاريخ الإخوان كلنا في مصر قلنا فصيل سياسي كل ما فيش حد في مصر وأنا ما كنتش في اللجنة القانونية أنا عارف ما كنتش موجود أثناء إعلان النتيجة بس الكلمة فصيل سياسي هو كان فصيل سياسي كنا بنتعامل معه لما ظهر منه الوجه القبيح وقفنا احنا كنا نعرف منين يعني ولكن أعتقد أنك خلايا نايمة أو لا الألفاظ ده أنا مش هابله خالص ومن يشاركه أفكار أو يدفع عنه فهو كذا متشكر يا اللهم منصر الحق مجدة تنتوي كفاية بقى هو ملوش لون مع الإخوان شوية ومع أي حاجة كفاية أنه كان من ضمن الموجودين في جلسة صد النهضة مع مرسي رضينا على ده خليني خليني يا حاجة بس لو سمحت لي في المسألة بتاعة يعني هو ده رد بسيط جدا للناس نعم لو أنا ومع كامل احترامي للجميع والحق الناس في الاختيار بالمعنى السياسي لو أنا من اللي بيدوروا على التواجد في كل لون ما كنتش خدت الموقف اللي أنا خدتها الفترة اللي فاتت يعني بس الناس يفكروا دوق المجموعة دي اللي بتقول لنا أنا بسمعها أحيانا وبرد عليها باحترام شديد جدا لا في الحقيقة لو أنا واحد من اللي بيدوروا على الوجود باستمرار ما كانش دي بقت موقفي بالعكس لأنا بقول لك أنا استفادت أنا حزبتي الإنسانية أنه أنا مستفيد جدا في الحقيقة وبدرجة من الدرجات راضي عن نفسي خلال الفترة يا فاتت اللي أنا بتعدت فيها عن كل حاجة هل تحترم دستور المصر الجديد الذي نص على طور التلاتين يونيو؟ الدستور تم إقراره ويحترم بالإرادة الشعبية التي لا يملك أحد إلا أنت بتشوف تلاتين يونيو ثورة؟ طبعا وشاركت فيها طيب وليد علي بصراحة حاجة غيز حارتك بتتكلم عن ضيفك كنت ضد الإقصاء وأن أنت ضد الإقصاء لو تفتكر أن ضيفك أول من نادى بالإقصاء في مجل الشعب الإرهابي صحي ردين على دي هو مرة تانية أنا أعتقد بص هو ده الموقف لو أنا ببص على الفترة اللي فاتت وبقول فيه غلطة كبيرة اتعملت فهي دي اللي هي المرتبطة بقانون العزل اللي كانت نقطة الانطلاق فيه أنك أنت تحاول تبني نظام سياسي جديد وشفته وهو بيوساء استخدامه وبيوظف لإقصاء الناس ولم أملك التحرك بصورة حقيقية لمنع الأمر وتوردت فيه لكن اعتذرت عنده فلو معا حق لو هو بيقول لك مرة تانية ازاي هاعد أسمعها كتير بالفكرة حتى في اللقاءات الشخصية بأسمعها في ناس كلي يقول احنا كنا معاك في كل حاجة بس دي أسامتنا ومعاهم حق ولازم أعترف أن فيه غلطة كبيرة حصلت وأقول أن دي كانت ضد المبادئ اللي أنا مؤمن بها اللي هي المشاركة المشاركة طبعا بشروط ما فيش حد بيشارك وهو أشايل سلاح فيش حد بيشارك من الخارج ما فيش حد بيشارك بتوظيف الدين فيش حد بيشارك ضد سيادة القانون المشاركة بشروط منضبطة منفعش أنك انت تقصي حد أو تعمم الاتهام وده للأسف اللي حصل فكان لازم اللي اعتذر اللي أنا عملت وأقعد اعتذر كل ما حد يقول كريم ناصر عودة حميدة نتفق معه أو تختلف من القليلين الثابتين عند مواقفهم هيتم حلمي ما قالت ايه دكتور عمر القاعدة العام للتأثير في العام ما هو الإعلام المرئي هل تم منعك بطريق عدم دعوات هتلاقيه برنامج لا هو مرة تانية السباحة ضد الطيار العام بتستدبع اللي بتعاد عن الطيار العام والإعلام هو مساح للطيار العام بالأساس لما يزيد الأمر عن حدو يا خابب فيه رأي واحد وصوت واحد يبقى ده مشكلة لما ترجع تفتح المساحات تاني لرأي آخر ورأي تالت ورأي رابع جنب الطيار العام ده الصح لكن اللي بتعاد عن الطيار العام بيستدبعه إنك إنت ما تجلكش الدعوات ودل حصل فعلا أنا ما لم بس أنا وجيت لك الدعوة قبل كده طبعا لا لا ما هقولك ما هقولك في النقطة التانية أنا عندي أصدقاء في خنوات تلفزيونية كثيرة وأزعم إن لو كان فيه ورقة جاد بمنع كنت عرفت لأن يعني فيه عشرة مع الناس قولك والله يا عمر ما نعمن مين يا رشد بيكلمني لا 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 أنا أقولك في حالتي مع عمري ما سمعت عن ده الحاجة التالت لا خلال الفترة اللي فاتت منك ومن زملاء أعزاء وأنا كنت أرفض للتأدير اللي كنت بقولك عليه الأول إن من الأفضل المراجعة التفكير الإفادة من اللحظة الصعبة دي اللي هي فيها انصراف الناس وانحصار الأضواء بسرعة إجابية عشان تبني وتعيد النظر من غير ما تتخلى عن مبادئ بس تتعرف بقى فينا في فراغات اللي كنت إنت عملت عم فيها وإنت مش داريا سهل منياو هل أنت متفائل وتنزل الانتخابات وقال مش هنزل الانتخابات أنت متفائل متفائل لأن مصر مرة تانية بالمواطن بالمجتمع بالدولة تقدر بكل تأكيد إنها ترجع وإنها تزق في مصار تنموي ومصار ديمقراطي حقيقي متفائل لأن احنا مرت علينا فترة صعبة متفائل لأن احنا بنناقش كل اللي حصل خلال الأربع سنين اللي فاتوا على فكرة لو كان الإعلام هو الطيار السائد بس الصحافة وممانيش أنا الوحدي في أصوات كتيرة بتفسص كل حاجة حصلت الفترة فاتسوا بتتكلم عنها خلينا أقول لك أضايا التعذيب ما احنا كتبنا عن كذا كتبنا عن ده كويس لا مش معنا أضايا التعذيب مش النهاية بالعام اتدخل فيها وإحال المتهمين إلى السؤال لا بالضبط غير كده اللي أنا عايز أقوله لك طول ما فيه طيب ده كلام كويس رأفة سليمان سليمان ضحى حمزاو ببريق شهرته من أجل مبادئه صفة أبو ليلى من ينكر دورك في ثورة 25 يناير أو فكرك الليبراري ومواقفك من فاشية حكم الإخوان مصر لا تنسى أبنائها المخلصين وأظنك كذلك أماني فؤاد ليه حمزاو ضد إرات الشعب ويعني مع 30 يونيو وفي نفس الوقت ضد 3 يوليو لا مرة تانية كان له رأي سياسي أخر في المصارد الديمقراطية المتعلق بالانتخابات الرئاسية طيب محمد حسن رأيك في أداء السيسي وفي تفايل ساد النهضة والمؤتمر الاقتصادي جاوبنا على ده مصطفى إيه رأيك في الوضع في اليمن هستأذنك هنأجله للآخر ده آخر جزء هنتكلم فيه مونة مظهر حمزاو ممكن خلانا تفرج على البرنامج غير للجافري يعني هي بتتفرج على الحبيب الجافري ومتتفرجش عليها غير مع الحبيب وخلتها تتفرج النهاردة أخيرا يا حمزاوي حنسمع ناس مش بتخاف تقول رأيها حتى لو اختلفت مع الأغلبية تغريد يا سلام بقى بعد رجوع ريم ماجد واستضافة عمر عمزاوي عبار يوسري فودا أحمد سعيد لم يتطرق ليش شك في وطنيتك يوما لكن لم أعتد أو توقعت منك أبدا أنتقل في المنطقة الرماضية أنت حسيت في فترة أنك كنت في منطقة رماضية لا لا أنا مش شايف أن أنا في منطقة في منطقة رماضية بالنسبة للظاهر أنت كنت في منطقة رماضية أنت كنت بتشتغل على نفسك صح بس عارف لي يا خيال أني كمان الطيار العام مكاسح فهو الطيار العام عايز الجميع يصطف في الطيار العام فأنا اختلفت مع الطيار العام في النقطة اللي احنا تكلمنا عنها الانتخابات الرئاسية المبكرة أولا أولا واختلفت لما قلت زي ما في رفض رهاب العنف أنا رافض كمان الانتهاكات هل كنا مختلفين أيام الإخوان أيضا الدستور أولا ولا الانتخابات أولا ولا البرلمان أولا وبالتالي وبالتالي كانت هل أنا خرجت من بره قلتلك هحد في طوبة ونريد إسقاط النظام لا أنا بقول لك أنا بقول أنا عايز مصار تحول ديموكروطي ومصار تنموي ورافض مسألة معارضة من خارج رافض هذه الأوهام كلها بالعكس يمكن التراجع وإعادة التفكير تخلي ناس شوف في منطقة رمضية وهنا كمان في الفرق بين أن حد كان يعني حظه أنه هو كان عنده ظهور واسع لفترة طويلة وبعدين انحصرت الأضواء فالناس قالت فين راح فين فده طبيعي أنه هو يحصل فما تزعلش أنا بتقول حس أنه بيتكلم من قلبه بيتكلم من جواه قوي عايز يأثر عايز يعمل حاجة بجد هاني ملاد دكتور عمرو ممكن نتفهم أنك تحاول بناء معارضة محترمة للنظام وهو عمل إيجابي نشكرك عليه ولكن ألاجب أيضا أن تشيد بالإيجابيات بقى يعني أشكر هاني آه طبعا دور دور المعارضة مش أنها تعمل مسألة الشريك المخالف طول الوقت أو فيها لخفيها لا المعارضة لازم تتكلم عن الأمور الإيجابية بموضوعية تطالب بالمزيد من الإيجابيات تقول كذا وكذا علامات إيجادة ولكن وكما تقول على السلبيات هو المسألة ما هياش بس يبيض يسود نعم ساعات كثير على فكرة في السياسة كلما تتوازن الدنيا كلما المساحة الرمادية هي اللي بتوسع ده رمادية مش بمعنى أن المبادئ مختلف عليها أو اللي احنا حد يقبل تبرير فاسد للإرهاب أو حد يسقط على شهداء جيش الشرطة فأحد يسوق على انتهاكات حق وخريات وفي شهداء من المواطنين شايماء أو غيرها شايماء الصباغة أو غيرها نعم لا المساحة الرمادية الله يرحمهم جميع المساحة الرمادية مش في المبادئ إنها المساحة الرمادية في التفكير في السياسة في التفكير في الإجراءات ما فيه صح بس ما فيه صح واحد فيه دايما وأحسن وأحسن شوية وأحسن شوية كمان ده التوازن اللي احنا لازم نوصل طيب الكافر بيقول هو بسمي نفسه كده يعني تردد لأنه بس 30 يونيو صورة أما 3 يونيو انقلاب هذه توصفات غير قابلة لزيف حتى انخدمت مواقفنا عندك تعليق على ده لا وليد قد أختلف معاك بس بصراحة بحترمك وبحب جدا أسمعلك دكتور إبراهيم محمود بيقولك ما هو حكاية مركز كارنجي وليه تهاجم بسبب عملك به وما هي علاقة العلاقة بين المركز وقناة الجزيرة لا دي مؤسسة هي وقفية لا علاقة لها بأي خناة إعلامية لا أمريكية ولا غير أمريكية دي مؤسسة بحسية بيسموا في الولايات المتحدة 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 مراكز العقول ما هيش الوحيدة تنك تنك مجموعة التفكين هي متميزة بأنها ممولة ذاتيا لأنها وقفية ما هيش بتاخد فلوس من أي حتة تانية وعلى فكرة فلوس ما بيروحوش بس من كونجرس ولا من إدارة أمريكية بيروحوا من جماعات ضغط زي اللوبي الإسرائيلي وغيره وغيره وبيروحوا أحيانا من حكومات عربية وغير عربية لمراكز العقاية لا كارنجي كارنجي أنها عندها وقفية ودي ميزة بتاعتها وده اللي خلاني لما روح كواحد مدرس في خصوة معلومة سياسية جامعة القاهرة لما جيت أروح وكنت سألت أستاذي يعني أتمنى أنه يكون بصحة جادة لدكتور مصطفى كامل السيد يا رب فقال لي الوحيدة اللي هي استقلالية بحكم أن تمويلها غير معتمد لا على مصادر حكومية ولا مصادر جماعات ضغط فلا أملهاش علاقة لا بجماعات ضغط ولا بقنوات ولا بغيره ومرة تانية أنا عايز أقول عشان بس الناس ما تخافش اللي نفسه يروح يشتغل بره في مكان أكاديمي ولا بحسي محترم الخبرة المهنية مفيدة يروح ويرجع يفيد الناس بها فاش حاجة تخافش اللي جاهز للاختراق هيختارك هو أقعد على سريره وائل السعيد وحشتيني يا حمزاوي شكرا خيري شكرا يا وائل منا محمود سعيدة جدا بمراجعتك واشتباكاته واستمر مصر محتاجة كتير أوي غير التسقيف ساميرا الجزارة بد من رجعك الحياة سياسية برؤية جديدة للمرحلة القادمة حازم رغم اختلاف معاه بس هو الليبرالي الوحيد الحق في مصر محمود احترامي الشديد للأستاذ عمرا حمزاوي مع اختلاف الآراء شكرا شكرا جزيلا هذا عدد من الهاشتاج اللي بقى ترند أشكر أشكر الناس أشكر الجميع شكرا جزيلا خلينا نروح للملف الآخر يعني أعتقد إحنا أبحرنا في ملفات عديدة جدا وكان وحشنا صوتك وحشنا أداءك وكله المشهد الدولي خليني أنا أفهم أفهم أمريكا على الأقل اللي أنا مش قادر أفهم أمريكا ومن وراها وأمريكا لما بتتحرك بتتحرك من وراها العالم أنا بتتحرك بريطانيا بتتحرك الاتحاد الأوروبي حالة واحدة أمريكا بتجلس على مائدة تفاوض مع إيران صحيح وهناك صفقات سرية اللي أنا أعلم عنها شيئا والتصفيق والتأييد من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أمريكا تخوض تحالفا في منطقة الشرق الأوسط مع السعودية مع الإمارات مع مصر في حرب اليمن والدفاع عن حدودهم وما قد يعرضهم إلى مخاطر من الأساسيين في اليمن والأوضاع في اليمن ضد إيران بتدخل إيراني يبدو الأمر مرتبك جدا أمريكا لو كانت تملك أوراق ضغطة على إيران إيران لها دور في سوريا إيران لها دور في لبنان في العراق إيران لها دور كبير في العراق طبعا ما الذي يحدث إيه 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 الفكر العالمي اللي بيهدرنا ليه بحس إن إحنا مجرد أدوات في كل الحالات يفعل بنا ويخرج مننا الجامعات الإرهابية برعاية أمريكية بفكر أمريكي بغزو أمريكي ثم ينسحوا ويترقونا ثم نذهب لنشتري السلاح لأنه وجه هذه الجامعات ويجي يقول لي أنا معاك وبعدين أكتشف أنه بشكله أو بآخر بيدعم هذه الجامعات ماذا يحدث لنا دكتور عبد؟ شوف يا خيري خلينا خلينا تفكك هالي أه بالضبط خلينا نفك المسألة أول حاجة وإنت تبص على مشهد العالم العربي وجوار العالم العربي حتى في الحقيقة كلمة العالم العربي بأناش نستخدمها كتير صح؟ نتكلم عن الشرق الأوسط زي ما هم صدرون بالضبط آخرين نكلم عن العالم العربي وجواره اللي هو فيه تركيا وفيه إيران وفيه الجوار الأفريقي وغيره نعم اللي بيحصل أن طول الفترة الممتدة من 2003 من الغزو الأمريكي للعراق اللي هو كان غزو ثم احتلال ثم تسقطل نظام صدام حسين ثم تفكيك للدولة العراقية بالكامل نعم بكل مؤسساتها من الجيش للشرطة للبيروقراطية بتاعت الدولة الغيره الغيره من 2003 لغاية النهاردة 2015 من كل التغييرات اللي بتحصل في منطقتنا هو إيران بالمعنى الاستراتيجي إيران هي الدولة اللي خارجة بعد 12 سنة بأوراق استراتيجية كتيرة جدا إيه بقى الأوراق الإيرانية دي بس عشان نفهم أول حاجة مشروع نووي حربة العالم عشانه وأجبرت العالم على أنها تقعد في مفاوضات طويلة وتتقطع وترجع وتروح وتيجي لغاية ما وصلوا لاتفاق هاجا أكلمك عنه بس عندها مشروع نووي وتتحول إيران لدولة صاحبة قدرة نووية أو تكنولوجيا نووية يفضل السؤال بتاعها هتعمل قنبلة هتعمل السلاح مش هتعمل السلاح دايما معلق وكل الضمانات اللي موجودة تقلل بمع تقلل الفرص أو تزود الفترة الزمنية لكن عمرها ما تلغي أبدا القدرة على امتلك سلاح ناوي خارجة إيران بتكنولوجيا نووية أجبرت العالم على الاعتراف بيها أنا هقولك تفاصيل الاتفاق دلوقتي خارجة إيران حتى لو التعبير ده قاسي بتاع أن إيران موجودة في أربع عواصم عربية إنما خارجة إيران في الحقيقة والعراق تحول إلى منطقة للنفوذ الإيراني المولايات المتحدة الأمريكية هدت الدولة العراقية وسلمتها للإيرانيين ما يحدث في إيران هو أن فيه مذهبية بتاعكم مدعومة من إيران إيران الطرف الحليف الرئيسي لنظام بشار الأسد في سوريا إيران الممول والداعم والمسلح الرئيسي لحزب الله في لبنان اللي هو بيعمل دور فيه تعويق النظام السياسي اللبناني وتعطيل الحياس السياسية إيران موجودة في اليمن من خلال تحالفها مع الحوسين اللي هما وده لازم يتقال ما هماش جماعة غريبة على الشعب اليمن نظام هما شيئا ما هو على اللبنانيين جزء المقام على لبنان أنا بيكلم في 20% على الأقل تتكلم على نسبة كبيرة معتبر لكن إيران كسبت بأوراق إقليمية كتيرة من العراق اللي هي النفوذ بتاعها فادح وبعدين هو بينفي فكرة الدولة العراقية بيلاغي الفكرة ما فيش دولة عراقية بتقوم من 2003 الغاية الوقت بحكم النفوذ لإيران وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن حاجة تانية إيران بتكسب دلوقتي من اتفاقها النووي إنها دخلت في مساومة كبيرة مع الولايات المتحدة ومع الاتحاد الأوروبي والعالم الدولي إيه المساومة الكبيرة؟ المشروع النووي يتفق على تخفيض عدد أجهزة الطرد على إلغاء بعض الأبحاث على معرفش إيه يؤدي في النهاية العدم وصول إلى السلاح النووي إلى القنبلة النووية لكن التكنولوجيا النووية تفضل في المقابل بقى إيران بتحصل على إيه؟ تحصل على رفع تدريجي للعقوبات نعم الاختصادية والتجارية والمالية المفروضة عليها الأهم من كده بتحصل عليها بتحصل على اعتراف دولي بإنها قوة إقليمية مؤسرة بتحصل على اعتراف دولي إنها خرجت من حالة الدولة الماريقة زي ما بيقولوا كده يعني باللغة الفصحة اللي هي موجودة في الجمهورية الإسلامية من 79 دي الدولة اللي بتدعم الإرهاب اللي بتعمل كذا خرجت من الحالة دي وأصبحت لاعب مقبول في منطقتنا في العالم العربي والجوار طب وهي بتخرج هل إيران غيرت سياساتها في العراق؟ لا هل بتغير سياساتها في سوريا؟ لا هل بتغير سياساتها في لبنان؟ لا هل بتغير سياساتها في اليمن؟ برضو لا بلعكس ده بتدعم موقفها في اليمن بيبقى أنت أصاد إيران بتنتزع بكفاءة لازم نعتلب بها عشان برضو نتعلم طبعا عندها دولة متماسكة أدارة الملف دوت بمفاوضين كل اللي كتب رغم الحصار الشديد كل اللي كتب من ديبلوماسيين أمريكيين من المشاركين في مفاوضة يقول لك يعني مهارة المفاوضة الإيرانية عارف هي أقرب لإيه؟ ودي حاجة نفخر بيها لانتزاع مصر طالع من إسرائيل عملية تفاوضية رائعة تختلف تتفق مع التفاصيل لكن قدرت مصريا بإنجاز تفاوضي هائل فإيران عملت نفس حاجة في المشروع النووي بمفاوضين مهرة ويتبدلوا عليهم والرئيس الحالي هو كان أحد المفاوضين الرئيسيين في الملف اللي هو روحاني كان أحد المفاوضين الرئيسيين طب يبقى إيران هي قوة إقليمية متمسكة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بيعترف بدورها الإقليمي من غير ما تغير سياساتها ولكن بيحاول يوزنوا بين الولايات المتحدة تقول الخليج تعالوا عودوا في كامب ديفيد معنا عشان نفكر في ترتيبات للأمن الإقليمي إيه اللي مقصود يعني؟ يا جماعة ما تخافوش من الاتفاق مع إيران هنشوف حل هل في حل أمريكي ما تروح لأ في الحقيقة وهم هيمشهم مسألة يوم بيومه هنا يبقوا معاك وهنا يبقوا ضدك وفي الآخر اللي بينتزع الاعتراف هو القوة اللي على الأرض مين اللي منتزع اعتراف تاني تركيا؟ سواء حبناها كرهناها ليها وضع إقليمي معترف بيه من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي إحنا بقى مشكلتنا في إيه؟ إحنا مشكلتنا إن المراكز العربية الكبيرة اللي هي أدارة النظام العربي اللي هما مصر والسعودية والعراق وسوريا مركزين منهم خالد نطاق الخدمة ها درهم العراق وسوريا ومصر والسعودية لسه لم تتبالوا الرؤية استراتيجية واحدة أنا كتبت أكثر مرة إحنا بدل ما نبقى مفعول بيه مرة تانية وتتفرد علينا ترتيبات أمن إقليمية باتفاق أمريكي إيراني ولا أمريكي أوروبي إيراني والاتفاق مع الأطراق وزي ما أنت أشرت زيارات تركية إيرانية ويخرج بعدها روحاني بعد الزيارة رئيس التركي يقول ندعوكم للتفاوض في اليمن في حاجات بتحصل بدل ما أنت تبقى مفعول بيه طور أنت رؤيتك الاستراتيجية والأمنية وطول ما الرؤية دي مش متطورة هيبقى أنا عندي مشكلة في عمليات عسكرية في اليمن على سبيل المثال زي ما أنا سجلت أكثر من مرة كتبت أنت محتاج رؤية استراتيجية متكاملة ترتيبات أمن إقليمي عربية أول خطوة أكيد أنك تتشاكل قوة عسكرية مشتركة صح بس إيه بس خد بالك أن رئيس السيسي من أول ما جاء بتاع القوة عسكرية وهو قاعد يطرح هذه النقطة وأنا مش فاهم كان بطرحها ليه صح وإصراره عليها كان ملح لا أنت في الآخر ما هو أدوات القوة إيه أدوات القوة إيه أنت بتتحرك على الأرض بأدوات ديبلوماسية بأدوات اقتصادية بأدوات تجارية بأدوات مالية وبأدوات عسكرية محدش يلغي فكرة القوة العسكرية كأحد مصادر قوة الأمم ككل إيران لما صحينا النهاردة وقال لك أرسلت إيران فور قاطتين إلى خليج عدن وباب المندب طبع هي قوة عسكرية بتتحرك نعم خرجة من الحتة وأمريكا ردت ألت لا تقلقوا آه بالضبط أقول لك تعالوا على كامب ديف التقاوضوا معان الخلاصة القوة العسكرية خطوة لكن عشان تبقى ليها معنى ومغزة إقليمي لازم تتفق على رؤية استراتيجية عربية ترتيبات أمن إقليمية جديدة من يشارك فيها إذا افترضت أن القوة العظمة هي مصر والسعودية القوة العربية الحاكمة هل يمكن أن يكون للمغرب العربي طبعا لذي طبعا المغرب العربي المغرب والجزائر وتونس نعم إنت عندك مجلس التعاون الخليجي إنت عندك مهمة رئيسية في البناء الاستراتيجي ده إن إحنا اللي أنا بسميه نعمل لملمة لأشلاء الدولة الوطنية على فكرة مش هينفع إحنا عندنا الصومال ما بقتش موجودة محدش فاكرة صح؟ طبعا كانت دولة وعضو في جامعة الدول العربية ولسه عضو غيرها في حد بيسمع أنا حاجة تفتتت في حاجة بيسموها في عمسة دينامية التفتت الصومال يمتسمي عليها تفك الدولة ويفك المجتمع بعدك ثلاثة أربعة صومال اللي بيحصل في ليبيا في منتهى الخطورة لازم تعمل سلم أهلي وتعمل تماسك الدولة الوطنية سوريا اللي بيحصل لابد إن هو ينتهي لتفاوض ما بصيغة ما العراق طول ما النفوذ الإيراني كاسح والمذهبية اللي شغالها اليمن تخوفي إن أنت بتدفع الأمور لحرب أهلية تتلعب فيها بالورقة المذهبية والطائفية أنت محتاج لملمة أشلاء الدولة هل كان لديك بداء الأخرى في هذا التوقيت وانت ترى تحرك على حدودك بأشكال مختلفة التحرك الإيراني الأوراق التي تراها أنا فاهم لو أنا لو أنا بتكلم عن قوة العربية ممثلة في مصر والسعودية ومعهم دول التعاون الخليج ودولة الإمارات لأن لها موقف حاسم في هذا وأنا شايف على مائدة التفاوض الأخرى ما قد يسمح لإيران بالتحرك وأنا فاهم طريقة الأمريكان ألم يكن من الأولى في هذه اللحظة هو التدخل وإذبات أنني موجود وأبادر بالدفاع عن حدودي وعن الرئيس المنتخق أو الرئيس الشارع الموجود لأن ليه علاقة بأمن المنطقة بالكامل لأن ليه علاقة في مواجهة النفوذ الإيراني هي المشكلة أن إدارة المسألة اليمنية لن أنا بقول لك ده رأيي لن تجدي بها أبدا العمليات العسكرية اليمن لا جغرافية ده تحريك للتفاوض تحريك للتفاوض بص لو فيه تحريك للتفاوض يبقى فيه رؤية محتاجة لبعا طبعا هو حتما هناك تمام فإدارة اليمن عسكريا صعبة نعم جغرافية اليمن تفاصيل المجتمع اليمن بالتركيبة بتاعته تفاوضيا إدارة النفوذ الإيراني ما هيش بالحرب يا خيري على تمدد النفوذ الإيراني من العراق لسوريا لبنان لليمن للمؤسس بس خد سنواته أنت قلت لي أصبح قوة طبعا هي القوة المستفيدة بس تديره تفاوضيا برؤية عربية على فكرة احنا كمان مقللين قوي قدراتنا احنا على فكرة كسافة سكانية وجغرافية احنا أصحاب الحق الأخبر في هذه المنطقة ليه وخايف تمدد النفوذ الإيراني لكن لسه عندي القلب كل شمال أفريقيا عندي مشكلة في ليبيا لسه عندي القلب في شبه الجزيرة العربية السعودية ومجل السعون الخليجي عندي مشكلة في العراق وسوريا ابنان تفكر فيهم بس أنت شاغل المكان الأكبر في هذه البقعة من العالم أنا مانيش أوراقي ضعيفة اللي أنا محتاجه رؤية استراتيجية بتقول إيه قوة عسكرية مشتركة صح بس القوة العسكرية أهدافها إيه جنبها إيه جنبها لملامة أشلاء الدول الوطنية لازم العرب يتدخلوا بسرعة لملامة أشلاء الدولة الوطنية في ليبيا وسوريا وإنقاذ العراق من الوضع اللي هي دولة اللي موجود فيه وتتدخل في اليمن تفاوضية تعمل رؤية لترتيبات عربية بدل ما تتفرض علينا مرة أننا تخوفي أن الاتفاق الأمريكي الأوروبي مع الإيرانيين ما هواش بس على المسألة النووية هو أوسع من كده هو اعتراف بدورهم الإقليمي هو إخراج لهم من الوضعية دولية بتاعة الدولة الملوخة اللي محدش عايزة يعمل معها حاجة لدولة طبيعية نعمل معها تجارة نعمل معها اقتصاد نقعد معها في المفاوضات وهتطفل الترتيبات إقليمية تبقى تتحول في الرؤية المنطية والغربية هل ممكن أمريكا تسعى إلى ذلك الاتحاد الأوروبي وتخسر حلفائها في المنطقة في الشرق الأوسط لا هي بتلعبك على فكرة احنا لو مش قارين دا يبقى مشكلة كبيرة هي بتروح تمضي الاتفاق بعدين بيطلع كاري وزير الخارجية الأمريكي بعدين بيقولك وبيت الأبيض ندعوكم إلى اللقاء في كامب ديفيد للبحث في الترتيبات الأمن الإقليمية نعم متشكرين تروح الولايات المتحدة الأمريكية تمضي مع إيران ما تتكلمش على الفرقاتتين وعلى التمويل العسكري غير النهاردة وزير الخارجية قال الكلمة لما تسأل إنه آه إن فيه دعم عسكري ونفوذ إيراني ومعرفش إيه وبتاع لليمن طب واللي بيحصل في العراق إيه واللي بيحصل في سوريا إيه واللي بيحصل في لبنان إيه هم هيعودوا يلعبوك المسألة الوحيدة لكن تخرج برا وضعية رد الفعل وضعية المفعول بيه بترتيبات أمنة عربية رؤية مشتركة نشتغل عليها نطورها مش عايب نحن نقول ما عند نجد الوقت القوة العسكرية خطوة فيه بقى حاجات تانية لازم تيجي جنبها ومرة تانية بيقول لك لازم نفكر في لملامة أشلاء الدولة الوطنية مش السيناريو بتاع ليبيا اللي بتغيب وسوريا اللي غايبة والعراق اللي خارج الخدمة واليمن اللي يتزق على حرب أهلية خطر جدا أنا بشكرك جدا أنا متشكر جدا أنا ساعدت بلقاءك أنا آسف على استمتعت بالوقت معك لا بالعكس متشكر جدا أنا ساعد جدا بحوري معك ونتمنى نشوفك مرة أخرى في الوقت الذي يناسبك عندما يكون هناك ما ترى أنه يجب أن يطرح للفكر والحوار ربنا يا خليك خير متشكر جدا جدا شكرا على دعوتك وعلى ذوقك وعلى قدرة الحوار ربنا يا خليك بشكرك عبو بشكرك وبشكر كل اللي كانوا زعلانين واللي شتم واللي اتبسطوا بعد كده هكذا هذا هو عملي ومسامح اللي شتم وسعيد باللي عجبوا البرنامج وسهرناك وبكرة حلقة جديدة إن شاء الله من ممكن ومصر بخير سلمانتو بخير السبوع على خير سلمانتو بخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة